اشتركوا في القناة ومعلكة البحرين الذهبية الثانية في باريس 2024 والرابعة في السجل الأولمبي للمملكة بعدما هزم منافسه الجورجي بأداء بطولي مضيفا إنجازا جديدا إلى سجله الرياضي الحافل لتحصيل رياضة المصارعة أول ميدالية أولمبية في تاريخها بجانب كلا من ألعاب القوى ورفع الأثقال وشهد النزال النهائي للمصارعة وحفل التتويج سموب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسموب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وسموب الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وسموب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من أفراد الوفد الرسمي والإداري وقد جاء هذا الإنجاز الباهر تتويجا للجهود الرياضية التي بذلتها اللجنة الأولمبية في الأعوام الأخيرة بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة وقد أثار حصاد البحرين الإعجاب في باريس الأمر الذي يعكس مكانة البحرين كقوة رياضية صاعدة في الساحة الدولية على صعيد الرياضات الفردية الأولمبية وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أصدق التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال سموه إن هذا الإنجاز هو تجزيد لروح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها أبناء البحرين مضيفا إننا اليوم نجني ثمار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة التي أرصاها جلالة الملك المعظم والتي كانت دوما مصدر إلهام لنا في العمل من أجل رفع اسم البحرين عاليا في كافة المحافل الدولية وتابع سموه قائلا إن فوز أحمد تاج الدين بالميدالية الذهبية وفوز جميع الرياضيين الذين اعتلوا منصة التتويج هو فخر لكل بحرينية مضيفا أن هذه اللحظات التاريخية ستظل محفورة في ذاكرتنا وستكون حافزا لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل وأشهد سموه بالأداء المتميز لفريق البحرين المتكامل من إداريين أو مدربين وإعلاميين والذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة وأكد سموه أن هذه الميداليات الأربع يجب أن تشكل حافزا لتحقيق المزيد وأن الطموحات البحرينية لا حدود لها في السعي نحو التمييز والرياضة على المستوى الدولي ومن جانبه رفع سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية أسمايات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حفظه الله بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية باريس الفين واربعة وعشرين وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة عن اعتزازه الكبير بالنتائج المشرفة التي حققها أبطال البحرين في هذه الدورة مؤكدا أن هذا النجاح الباهر هو ثمرة للرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم والدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير القطاع الرياضي في المملكة وأكد سموه على أن الإنجازات الرياضية هي جزء من مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين معربا عن أمله في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل لتعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية نهدي هالإنجاز هذه حق سيدي جات الملك وولي عهده وإلى شعب البحرين كافة طبعا هالإنجاز غير مسبوق يعني أول مرة في تاريخ البحرين أن نحصل على هالعدد من الميداليات اثنين ذهب وفضة واحدة وبرونزية واحدة السر وراء النجاح سيدي جات الملك فالله يطول عمره متابعته وحرصه وتوجيهاته هي اللي خلتنا أن نحن نؤدي أكثر من 100% سواء في التدريبات ولا في الأمور الفنية والأمور الإدارية الله يطول عمره متابعته كانت شيء لها أثر كبير علينا وعلى اللاعبين فالحمد لله يعني بدون ما نكلمه والمباشرة هو اللي يكلمنا ويبارك اللاعبين اللي أدوا عندنا هم لاعبين يعني وصلوا مرحلة غير مسبوغة سواء كانت في التأهليات اللي سووها اللي خاضوها الدرب إلي ما يوصلون إلى الألمبيات كان صعب ما قد شفنا تأهليات بهالصعوبة والمنافسات القوية فالحمد لله اللاعبين كلهم وصلوا جاهزين 100% لكننا دائما نتطلع إلى الأفضل يعني لا بد أن الواحد يواصل المسيرة ويواصل الجهد اللي عنده يتابع التطورات التغيرات في الرياضة فالواحد إذا بقع على ما هو عليه ما راح يتطور فإحنا بالعكس إحنا بنزيد وبنضيف بعد ألعاب ثانية الإنجاز هذه يحث شباب البحرين على الاجتهاد في الرياضة ويواصلون تدريباتهم لأن الرياضة هذه تشوفوا مواصيلها يعني عندك الأولمبيكس عندك البطولات وعندك أمور كثيرة في الرياضة فأتمنى أن الانجاز هذه يغير نمط حياة الشعب البحريني نبارك لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على انجازات مملكة البحرين في أولمبياد باريس وبلشك هذا انجاز كبير تحسب لمملكة البحرين والرياضة البحرينية نحن اليوم الحمد لله نتكلم عن الأول في العرب وفي الخليج في الميداليات والمركز الثلاثة الثلاثين عالميا الحمد لله هذه ثمرة دعم الله يطول عمره جلالة الملك وسموه ولي العهد وسموه الشيخ ناصر وسموه الشيخ خالد وما قدرنا نوصل إلى هذه المركز العالمي الكبير لا ولا دعمهم الله يحفظهم فاحنا صراحة جدا حظيظين بالدعم اللي احنا نحصله والحمد لله هذه ندل على شيء ندل على تخطيط عدل واستراتيجية صحيحة ما نحطت من تو ونحطت من زمان والحمد لله اليوم نحن نستفيد من هذه الاستراتيجية بالنتائج الزينة اللي احنا حققناها الحمد لله في أولمبياد باريس الحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة